بالنسبة لنادي الزمالك كلام كتير فترة فاتت عن أن أشرف بن شرقي تواصل مع بعض المسؤولين وبعض رجال الأعمال الزمالكوية مع أشرف بن شرقي اللي موجود في نادي الريان القطري رجل ماضي سنة واحدة ولكن واضح أنه هو حابب يعود مرة أخرى لأدول مصري ونجوميته في نادي الزمالك وبالتاني ما عندهش مشكلة في أنه يعود فقط أنه يبقى في تواصل جدي معاه أيام الجاية هنشوف إيه اللي ممكن يحصل خصوصاً أن اللعب قال لك أنا هكلم النادي القطري وأنا اللي هتفاوض معهم وأشوف الدنيا ممكن ماشى إزاي على أساس أنه ممكن يجي في هنائر ده لو مشكلة نادي زمالك في القيادة تحل لو ما تحلتش هيكون بقى في بداية المسلم القادم والانتقالات الصيفية القادمة ده بالنسبة لأشرف بن شرقي أن جمالين نادي زمالك الحقيقة بتعتز بيه جداً وبتحبه جداً من خلال أداءه في الفترة اللي كان فيها نادي زمالك وحصل بيه على بطلتين دوري في الفترة السابقة أيضاً عمر كمان عبد الواحد بيرحب بالانضمام لنادي زمالك شريطة برضو يعني الحديث أو التعامل الجدي مع ناديه مودرن فيوتشر اللعب كان موجود لو تفتكروا كان نادي زمالك يعني كان تعاقد معاه ولولا برضو وقف القيد ما كانش هيرحل من نادي الزمالك ويروح فيوتشر أو مودرن فيوتشر دلوقتي وبالتالي هو بيرحب بالعودة مرة أخرى لنادي الزمالك وإن كان هيتقلقه في الوقت الحالي في كل ماتش هدف مع منتخب مصر برضو متقلق هيزود الفلوس شوية وده وضع طبيعي كل ما هو بيتقلق كل ممكن ما التفاوض ممكن يبقى صعب شوية في الجانب المادي لعمر كمان عبد الواحد ناصر منسي أحد اللعبين الحقيقة اللي موجودين في فريق نادي زمالك واللي في وقت ما رأيت ما بيلعبش ما بيلعبش أساسي فالحديث إنه هو ممكن يرحل في الفترة القادمة لكن الحقيقة لما نجي نبص أي حد عائل لاخل نادي الزمالك وفي الأخص طبعا المدير الفني هيقولك لا أنا مفيش أي لعب ممكن يرحل حتى لو ما بيلعبش حتى لو ما بيلعبش أنا محتاج كل اللعيبة في ظل الأزمة الحالية اللي وقف القيد لنادي الزمالك إلا بقى لو القيد اتحل وجبتول اللعيبة اللي أنا عايزة أو اللعيبة اللي ممكن تصد الفرغات اللي موجودة داخل فريق نادي الزمالك أيضا محمد صبحي أحد اللعبين وحراس المرمى موجودين داخل نادي الزمالك وللنهاردة لعب فكرة إنه هو ما بيلعبش بيخلي إن فيه أندية ممكن تتكلم معها خصوصا يعني إنه هو عقده هينتهي السنة دي بيرامدز أحد الأندية طبعا الكبيرة موجودة فيه الدول المتاز وعندهم القدرة المالية الحقيقة إنه هما اشتروا أي لعب بيجس نبض محمد صبحي إنه هو الراجل لو مش هيجدد في يناير القادم يقدر إنه هو ينضي لأي نادي والتالي بيجس نبضه فيه التواجد في نادي بيرامدز فيه الفترة القادم ترجمة نانسي قنقر